حدث مهم جداً مع شخصية عالمية نسعت بالتعاون معها في موسم الرياض فما بالك إذا كانت هذه الشخصية العالمية شخصية عربية رافعة رأسنا في كل مكان أنا سعيد بإلي وسمعت منه كلام لمس قلبي من جوه عن الرياض وعن بداياته في الرياض من سنة 82 وما أحبته للسعودية والرياض فأنا أشكره على هذا التعاون اللي راح يثمر عن شيء مميز جداً إن شاء الله في المستقبل وأشكر ابنه كمان اللي يعني عمل لنا أوقات صعبة في التفاوض لكنه ذكي جداً أخذ من الاسم شوي فأنا سعيد أنا فخور وأشكر سمو الأمير بدر فرحان ومعالي نائبه أيضاً حامد فايز على تعاونهم في وزارة الثقافة وهيئة الأزياء إلي له مكانة عالمية ويعني قال لي كلام وقصص مهمة عن الرياض في بداية الثمانينات محبة للرياض ومحبة الأهل للرياض والكاستمر الكثير له في المملكة كلها بشكل عام في العالم فهو مكسب لموسم الرياض وإن شاء الله علاقة استراتيجية ومميزة الحقيقة أنا كتير فخور أنه بلشت حياتي بالرياض بالأول الثمانينات وهلأ بعد أربعين سنة راجع أعمل هالشراكة مع الناس الطيبين وبيقول لك أنه الرياض وأهل الرياض كتير عزيزين على قلبي وبلشت حياتي معهم وإن شاء الله الأيام قدامنا ويحسوا بشو عم نخطط سواء نحن ومع المستشاه من شأن هذا الحدث العظيم الحدث راح يكون مميز 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 وأنا عجبني أحلام وطموح إلي وأبنه في اختيار والديتيلز يعني شيء حيكون مفاجئة على مستوى العالم إن شاء الله المشروع على مستوى العالم مش عم نستوى بس العالم العربي وهذا الشيء ساعدين كتير فيه والحمد لله اتنينتنا منشوف الأشياء بذات المنظار ومنحب نشوف منطقتنا العربية مزدهرة بأحلى ما بالبقلة لأنه بيقول لك أنه الإنسان العربي هو أشرف إنسان بالعالم شكرا